ناقش الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باس الرحمي مع محافظ أسيوت هشام أبو النصر أوجه التعاون للنهوض بالمناطق الصناعية والتجمعات الانتاجية في المحافظة وكيفية توفير خدمات الجهاز لأصحاب المشروعات ناقش الجانبان سبل التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ودعم الخدمات التي يقدمها من المحافظة والجهاز في ضوء هذه المبادرة وقد شهد الجانبان توقيع خمسة عقود بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية في المحافظة لتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية بإجمالي 6.65 مليون جنيه